السلام عليكم كل عام وانتم بخير طبعا انتم عارفين عملنا قبل كده الكحك العيد عملناه بطريقة حلوة جدا وكمان عملنا الغريبة النهاردة هنعمل بسكويت العيد هنعمله بالنشادر بس بطريقة جديدة هنعمله بدون بيض طعمه بدون بيض حلو جدا انا جربت بسكويت النشادر بالبيض برضو بيكون حلو بس ده بيكون مقرمش اكتر وحلوة اكتر وكمان طعمه جميل وكمان رسمته مش بتروح خالص يعني سبتة وما بيزدش خالص في الفرن ده بسكويت المكنة مش بسكويت القمع بس هنعمله النهاردة ببديل للمكنة هنشكله بطريقة سهلة جدا وكمان سريعة جدا ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا الوصفات الجديدة اول حاجة هنقول على المقادير معانا كيلو من الدهيل ونص كيلو من السمنة ممكن لو عايزين تستخدموا الزبدة استخدموها وكمان في البسكويت ممكن نستخدم السمنة البلدي العادية بتاعتنا الفلاحي عكس الكحك والغريبة ما ينفعش نستخدم السمنة البلدي لان فيها مجموعة من السوايل بنستخدم السمنة البلدي المعلبة انما في البسكويت ممكن نستخدمها عادي او الزبدة البلدي عادي خلص وكمان معانا كوبايتين من السكر الكوبايتين دول المجل بتاع الشاي العادي كوبايتين مليانين زي كده وكمان معانا كوباية من جوز الهند جوز الهند ده انا تحناه في مطحنة الخلاط ومعانا كوباية لربع من الحليب او اللبن الدافي ومعانا زرة ملح ومعانا كمان معلقة صغيرة من النشادر وكمان بنفس المعلقة دي يعني معلقة صغيرة من البيكنج بودر وكمان معانا كيس فانيليا ممكن نضيفه وممكن لا لاننا مستخدمين جوز الهند يعني ممكن نستخدم الفانيليا وممكن لا اول حاجة هنحط السمنة هنحطها في طبق كبير او في بولة كبيرة وهنضيف عليها السكر البدرة السكر البدرة ده انا شرياء جاهز يفضل ان انتو تجبوه جاهز عشان يكون ناعم وكمان هنضيف عليهم الفانيليا وهنقلبهم كويس جدا بالمضرب اليدوي ممكن تستخدموا المضرب الكهربائي عادي خالص اهم حاجة التقليب الكويس لازم نفضل نقلب فيه كويس جدا لحد ما يوصل لونه لللون الابيض ده وقوامه يتقل ويكون شبه الكريمة الحلويات بيكون بالشكل ده لازم السمنة والسكر توصل للمرحلة دي تكون متماسكة ولونها ابيض بالشكل ده طبعا بياخد وقت ومجهود بالمضرب اللاليدوي ممكن تستخدموا المضرب الكهربائي افضل كتير بعد كده هنضيف عليهم دي هنضيفه كله مرة واحدة وكمان هنضيف عليهم رشة الملح وهنضيف عليهم كوباية جوز الهند المطحون انا طحناه في مطحنت التوابل العادية وكمان معلقة صغيرة من البيكنج بودر وهنقلبهم بالمعلقة من تحت الفوق بالراحة خالص لحد الدقيق ما يمتزج مع المكونات التانية واللون بتاعه يكون أصفر يعني الدقيق يختفي تماما هنفضل نقلب فيه بالراحة خالص بالشكل ده احنا ما بنعاجينش احنا بنقلب فقط يدوب بس الدقيق يختفي يعني ما يكونش فيه دقيق لونه أبيض ويمتزج مع المكونات دي نقلب كده من تحت الفوق بالراحة خالص بالشكل ده كده خلاص الدقيق يمتزج كويس مع المكونات دلوقتي هنضيف النشادر واللبن هنجيب كباية اللبن معانا كباية لربع واللبن يكون دافي ونضيف معلقة صغيرة من النشادر عليه بالشكل ده هنضيفه كده وهو فوق العجينة بتاعة البسكوت ليه لأن النشادر أول ما بنضيفه على اللبن بيفور يعني بيزيد وممكن يكب من الكباية أول ما نقلبه بنلاقي اللبن حجمه زاد وتضاعف كده بالشكل ده بعد كده بنضيفه على العجينة وبرضو نقلبها بالمعلقة هنقلبها كده بالمعلقة شوية صغيرين يدوب بس يمتزجه كويس أو لحد الحليب والنشادر ما يمتزج مع العجينة كويس بعد كده هنقلب بأيدينا شوية صغيرين هنقلب بأيدينا شوية لحد بس ما يمتزجه كويس احنا ما بنعجانش احنا يدوب بس بنقلب شوية ونجيب من تحت عشان لو فيه ساملة تحت يمتزج كويس مع المكونات أو لو فيه دقيه يمتزج كويس مع المكونات وطبعا عشان فيه أنواع ديق كتير جدا وكل نوع من أنواع الديق ده عرقه بيختلف عن النوع التاني عشان كده فيه ملحوظة مهمة لازم نقولها لو لقيته العجينة طرية بتزوده معلقة من الديق كمان أو معلقتين من الديق بحد أقصى ولو لقيته العجينة يبسة أو جمدة شوية بتزوده ربع كباية من الحليب أو اللبن الدافي وممكن كمان تزوده بيضة لو عايزين لا إما ربع كباية من الحليب لا إما بيضة حاجة من الاثنين ما ينفعش الاثنين سوا كده خلاص العجينة لازم يكون شكلها كده وخلي بالكو أن ده بسكوية المكنة مش بسكوية القمع لأن بسكوية القمع مكوناته مختلفة بيكون قطرة من كده بس أنا طبعا مش هستخدم المكنة أنا هستخدم القمع اللي زي ده القمع ده يدوي أنا جايباه باربعة جنيه سهل جدا في الاستخدام وكمان الرسمة بتاعته بتكون زهرة جدا بس لازم القمع يكون ليه بوزة بالشكل ده لأن السن بتاعه ده أو الحرف بتاعه ده هو اللي بيقطع العجينة أنا جبت كمان القمع ده بس ما نفعش هو دائرة كده والخط ده وكمان رسمته خفيفة جدا ما نفعش خالص رسمته ما بتكونش زهرة وكمان ما بيقطعش العجينة زي الأصفر ده بنجيب كطع من العجينة وندخلها في القمع بالشكل ده وندغط عليها كده بصوابعنا في الصاج ونشوف حجم البسكوتة اللي احنا عايزينه بعد كده ببوز القمع بنقطع كده العجينة بالشكل ده طريقته سهلة جدا وكمان سريع جدا أنا طبعا بعمل صاج صاج ودخله الفرن ممكن كمان انتو تعملوا كل الكمية بعد كده تسووه مرة واحدة البسكوت الأول بنسخنه الفرن لمدة ربع ساعة يعني ما ندخلوش الفرن وهو بارد لازم ندخله الفرن وهو سخن بيستوي على درجة حرارة 170 أو 180 لمدة 10 دقايق أو 12 دقايق بس طبعا عشان الأفران كلها مش زي بعضها ممكن فرن يكون بارد وممكن فرن يكون حامي فبنتابع البسكويت أول صاج بندخله الفرن لازم نتابعه أول ما نلاقيه كده يدوبه حمر من الجوانب بنشغل عليه الشواية عشان يحمر من فوق فلازم تخلوا بالكو من النقطة دي عشان تسوية الفرن تكون مزبوطة وهتشوفوا أول صاج هياخد مدة قد دقايق على درجة حرارة 170 و180 زي ما قلتلكو بعد كده تعملوا باقي الكمية بنفس الطريقة وبنفس مدة التسوية وخلي بالك الشواية ما بتشتغلش كتير مجرد نص دقايق هتلاقي اللون بتاعه احمره بقى بالشكل ده عشان كده أهم حاجة متابعة الصاج الأول خالص وبعد ما يبرد خالص بنشيله من الصاج وده عشان ما يتهريش أو يتكسر وعموما هو بيكون متماسك جدا شايفين البسكوتة حلوة جدا إزاي؟ بتقرمش وشكلها جميل جدا وكمان الرسمة مراحتش خالص ولا البسكويت فرش في الصاج طعم البسكويت حلوة جدا بدون بيض ومميز جدا وكمان بيقرمش وشكله كمان حلوة جدا أنصحكم تجربوا بسكويت النشادر أو بسكويت العيد بالطريقة دي وما تنسوش تكتبولي في التعليقات رأيكم في بسكويت النشادر بدون بيض وما تنسوش طبعا تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو وبالهنة والشفى مقدما وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته